في الصوم أسرار من التوحيد وبه مقامات من التمجيد رمضان للتوحيد خير معلم فاخذ السنة يا روح منه وزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية تحية طيبة وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله وسلم وأبارك عليه وعلى آله وصحبه حلقة جديدة من برنامجكم التوحيد في الصيام أسعد فيها بصاحب فضلية الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغرى ويستاذ الدراسات العليا بجامعة القرويين سابقاً صح فضيل أهلاً وسهلاً بك وبكم كذلك الله يرضى عنك شيخنا في صورة الذاريات قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالغاية من خلق الجن والإنس هي العبادة وحديثنا اليوم عن عالم الجن ما علاقة الجن وحديثنا عن الصيام والتوحيد بسم الله الرحمن الرحيم تزاكر الله أخير على افتتاحياتك الطيبة بك من بعلاد لآية العظمة وما خلقت الجن والإنساء إلا ليعبدون يعني لش كأن عالم الجن وعالم الملائكة من العوالم الغيبية نعم وسبق أن ذكرنا أن عالم الغيب الملائكة هؤلاء عباد المكرمون اللهم لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر لكن عالم الجن هو مثل عالم الإنس فهو عالم المكلف وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن من النصوص ما يدل على أنهم مكلفون مثل إنس وإذا صرفنا إليك نفر من الجن يستنعون القرآن فلما حضروا وقالوا أنصيته فلما قضي قلوا إلى قمهم وينديرين قاموا إلى خير وكذلك في سورة الجن ليقول أحيا وإنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا رشدا فمعنى أن فيهم أهل الإسلام وفيهم القاسطون القاسطون هم الجائرون والظالمون يعني الكفر منهم القاسطون الجائرون والمقسطون هم العادلون هذا هو أنا مقابل لهذا وإنا من المسلمون ومن القاسطون من الجور من الجور والظلم والكفر والفسر وعدم الاستسلام وعدم الاستسلام وصالوا فرغوا لكم أيهم الثقلين الله القاسطون الجن والإنس وكذلك من خصوصية الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابيه وكان النبي ورسله إليش إلى قومي خاصة ورسله إليش إلى الثقلين إلى الناس كفا إلا هم الجن والإنس وما أرسلناك إلا كافة للناس للناس بشير والنذيرة وجاء حديث عبد الله بن مسعود في ذلك أن الصحابة ردوان العين فقدوا الرسول صلى الله عليه وسلم الليلة من الليالي فاستربوا في الأمر فقالوا ربما غتيل ربما اختطيف ربما ربما فباتوا كما يقولون بشر ليلة لنهو ما أخبرهم أين سيذهب أين سايب وإن ذهب والصحابة فاستربوا في الأمر يعني وين هذا وهو الرسول يعني حاجة غالية نعم ما هو أي كلام بل أغلى من أنفسهم أي من أغلى من أنفسهم فلهذا قال بيت نبي شر ليلة يعني الشر الليالي الذي تتمر عليهم هي تلك الليلة التي بدون النبي صلى الله عليه وسلم غاب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يعرفوا إنهو فجاء الصباح فأخبروا يعني بما باتوا عليه من تفقد يعني تفقد له والإشكالية في غيابه حيث ما عندهم علم بإين ذهب فقالهم جاءني داعي الجين فذهبت فأخبرهم بأنه فجاءني دفاء قرأتوا عليهم القرآن بمعنى أنه باللغاهم إذن النصص من الكتاب والسنة ومن السنة ومن إجمع والمئتكم يا معشار الجين ونسأل مئتكم رسول منك قصنا لكم آياتي وينذرونكم لقاء يوميكم هذا يعني القصد أنهم هم مثل الإنس مكلفون مكلفون ويسألون ثم النبي عسلت السلام أخبرنا بأنهم يأكلون مثل الإنس فقال بالنسبة للعظم ليش بقى طعام إخوانكم من الجن يعني قال العظم يرجعي لك أكثر من مكان يعني بمعنى أنك مت والروس لا تستنجي به لأنه علف على الدوت هل يفهم من هذا من حديث العظم أنه طعام إخواننا طعام إخوانكم هل يفهم من هذا أنه يترك لهم مات السنجي به حتى لا تؤذيهم لأنه لا تستنجي له بالعظم ولا بالروس فالعظم هو أكلهم يرجع أكثر مما كان رأيت العظم تنهجه يرجع أكثر مما كان وما هو المقصود؟ يعني يرجع على اللحم الذي كان علىه يعني الله تعالى بقدرته يرجع العظم كما أنت أكلت منه يعني يعني مثلا العظم المنفاصل على البقار أو على الشات أو على البعير أو أي مذبوحة من المذبوحات يرجع كما كان كما أخذتها وضعتها في القدر آه سبحان الله فلهذا فلهذا النبي سيد المخال لا يستنجى بعظميش ولا بيروس وعلا لها بأن العظم يرجع يعني أوفر هذا قال الرسول أوفر بمكان والروس يرجع يكون عالف لدواب إذن للجن الحجة قامت عليهم بالرسول الذين هم من البشر يعني لا يرسل للجن رسول من الجن لا لا نستطيع نقول شيء أكثر علمنا هو بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إليهم كذلك أرسل إليهم أما لا نستطيع نقول أرسل إليهم من الرسول ولا من الجن ولا من هذا إلا في حدود العلم الذي عندنا العلم الذي عندنا لكن القرآن يقول ألم يأتيكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي القرآن يسألهم يذكر بأنهم غد يوم القيامة تقرير يعني يقررهم بأنهم جاءتهم رسول قيمة عليهم الحجة 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 مدام نحن لدينا صيام وكما تفضلت في الآية وَمَا خَلَقَتُوا الْجِنِ وَنَسَ إِلَّا لِيَعْبُدُهُمْ بمعنى أنه مثل الناس مكلفون مكلفون ولهذا البخار رحمه الله ورد هذا النصوص وردها في كتاب بداء الخلق وفي قضية تكليف الجن وأن الجن مكلفون مهل الإنت لكن الشيخ الإسلام بن السمية رحمه الله يقول هو الجنس تكلف فقط يعني تكلفهم من باب يعني هم مكلفون لكن تختلف التفاصيل هذا هو لكن التفاصيل ما عندنا لكن جنس تكلف للجن هو موجود نعم أنهم يعني يحاسبون على ظلمهم وهذا هو يجازون على عدلهم وإحسانهم لأنه مثلا لا بده يعني كما قلّص عليه يكون جعلنا منكم مشرعتنا ومنهاجا ومنهاجا فمثلا ما يصلحوا لقومنا ومنهاجا ممكن نصلح لقوم محمد صلى الله وسلم يعني الاشريع دائمني يكون بإذن الله موافق لاش للإقليم موافق للزمان موافق للمشرع لهم يعني ممكن إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في النحن فلا بيت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يعني هذه الأمم كانت تعيش مئات سنة يعني ألف إلا خمسين عاماً فاشف الدعوة إلى الله 950 يعني 950 فسنة إلا خمسين عاماً سبحان الله يعني أن الأجسام تختلف نحن أجسامنا يعني زمنها مو كثير يعني ما في يعني من أنظر نادر من تجد عنده مئات سنة وإذا وصل إلى مئات سنة يصير يخلص يكون انتهى انتهى بالطبط يعني ولهذا نبساً استعادة من أرضا للعمر يعني ما مقصد بأرضا للعمر؟ هو ذلك نيسان أرضا للعمر يعني أضعاف الأيام يعني أمحنى إنسان يصير عندهم محنى وحاجته إلى الناس لخدمته وحاجته إلى الناس وحاجته إلى نفسه ويصير عندهم مثلا إشكاليات مثلا فكرة مكلافة التبور والطاوط سبحان الله كثير من الأمور يعني يصير عندهم عجز مثلا حتفة تنظيف حتفة كذا نرجو الله يعني أعفوان اللهم لجعل شقانة في بقائنا يا رب نرجو الله إحنا ليش ربطنا شيخنا عالم الجن بباب الصيام؟ إنما يتلل ما علينا الصيام مع الجن إبن الصيام هذا هو القصير عليهم صيام لكن كيفيتهما؟ يعني إحنا قلنا شيخ الإسلام من يتسبير جنس التكليف يقول جنس التكليف يعني الذي على هالإنس على الجن لكن التفاصيل تحتاج إلى هذا النصوص نعم ما عندنا تفاصيل لأنه عالم غيبي أكثر ما قال الرسول في قضية العظم وقضية كيف؟ قضية الروس وقضية أنه قرأ علم القرآن وما جاء في صورة الإحقاف ويصرفنا إلي كان في استمفر فالماق حاضروا وقالوا أنصيتوا يعني التفاصيل جات في صورة الجن يعني قلوحية قريبا حوله قرب ناس في الصورة أو أكثرها في الحديث عنيش؟ وإننا نمس نستمفج ناموا لأتحرصنا الشديد وإننا كنا نقعد من المقايا الرسولين فمن يستمع الآن يجد له الشاب الرسول إلى آخره يعني القصد أن القرآن حكى لنا عن هذا العالم عن هذا العالم بما يعطينا إضاءة كبيرة وأن هناك عالم إضاءة مثل عالم الإنس لكن تكالفه وحجه وعمرته وصيامه وصلاته وطهارته إلى آخره لا ندري ما هي لا ندري ما هي أحسن هذا هو كلام شخصاً بالمسلم يقول جنس تكليف موجود لكن تفاصيلها لا لا نعلمها نعم هل كل جني متمرد يصبح شيطاناً؟ لا منهم الشيطانية طبعاً كل الذي يخرج على هذا كما قال الله سعلا وإن من المسلمون هو الشيطان هو الشيطان نعم الشيطان هو الإشكالية آه يعني حتى الجن يتأذون منه إيا وإن منهم المسلمون ومن إيش؟ القاصطون القاصطون وما ظلموا نعم سعدت بك صاحب الفضيل في هذا اللقاء وسعد بك كذلك في اللقاءات قادمة بإذن الله شكره وكذلك مرسوله لكم وأنتم مشاهدين الكرام بعدها شكر الله عز وجل أنتقيكم وأنتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصوم أسرار من التوحيد وبه مقامات من التمجيد رمضان للتوحيد خير معلم فاخذ السنة يا روح منه وزيذي ترجمة نانسي قنقر